اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينه في كل مكان انا متأسف لكم جدا لو الفيديو ده يعني تبقى مدته اربع دقايق يعني مدته طويلة شوية ولكن هنعرض فيه اسعار البصل واسعار الطماطم واسعار البطاطس واسعار الخضار في سهو العبور بالتفصيل فمتهسف لكم لو الفيديو هطول شوية احنا متعودين نطلع فيديوهات قصيرة بحيس ان احنا نفيدكم في اقل وقت ممكن ونعرض لكم الاسعار الحقيقية اما حاجة جماعة تستطيع اعمل لايك للفيديو ولفقى متابع جديد يشترك في القناة انت لما تشترك في القناة هيصلك كل جديد من الفيديوهات الحديثة لاسعار الخضار في سهو العبور للجملة اللايك والاشتراك ده حاجة مجانية وده دعمك طبعا للقناة الاسعار يا جماعة في سهو العبور طبعا قلنا قبل كده حسب كمية العرض والطلب طبعا فيه اسناف مرتفعة وفيه اسناف منخفضة فالاسعار طبعا دايما فيه تقلبات والاسعار بتتغير من يوم للتاني فاحنا علشان كده بنطلع فيديو كل يوم لاسعار الخضار اسعار الكوسة يا جماعة النهاردة فيه كوسة تبدأ من 6 جنيه لحد 7 جنيه من 6 جنيه لحد 7 جنيه اسعار البتنجان الابيض يا جماعة البتنجان الابيض فيه من 4 جنيه لحد 4 جنيه ونص و5 جنيه في البتنجان الابيض اسعار الفصولية الفصولية يا جماعة فيه فصولية طبعا تبدأ من 10 جنيه لحد 12 جنيه الفاصولية من 10 جنيه لحد 12 جنيه اللي هي الفاصولية الخامة جماعة طيب أسعار الطماطم الطماطم طبعا ابتدت أنها تنخفض تدريجيا لحد ما وصلت النهاردة طبعا كان فيها 300 جنيه قبل كده ووصلت في يوم واحد قبل كده أتذكرني وصلت 450 جنيه العدية بعدها ابتدت أنها تنخفض تدريجيا بعد في 200-250 النهاردة فيه في الطماطم يا جماعة من 100 جنيه لحد 130 جنيه وأعلى جودة لحد 140 جنيه في الطماطم. اعلى جودة في الطماطم 140 جنيه العداية ووزن العداية جماعة 20 كيلو. طيب نشوف اسعار البطاطس بانواحها. يعني فيه السبونتة والكارة. فيه سبونتة طبعا جبلي وفيه سبونتة ارض صمرة. فيه كارة تبريد وفيه كارة تلاجات. طبعا اسعار بطاطس فيه في ارتفاعه في يعني فيه العالي وفيه الرخيص. كل حاجة ولا سعرها. طبعا التحمير يعتبر هو السعره عالي. يعني السبونتة الجبل التحمير يا جماعة فيها 13 جنيه. السبونتة الجبل اللي هي تحمير فيها 13 جنيه. السبونتة الارض صمرة يا جماعة فيها 14 جنيه ونص. السبونتة الارض الصمرة 14 جنيه ونص. يعتبر درجة تحمير اعلى من الجبل. الكارة يا جماعة فيه من 13 جنيه ونص لحد 14 جنيه. الكارة فيه من 13 ونص لحد 14 جنيه. وفيه كارة يا جماعة فيها من 13 جنيه لحد 13 جنيه ونص و12 جنيه. يعني البطاطس يا جماعة كلها فيها من 13 جنيه و 12 جنيه لحقاد 14 جنيه ونص أسعار البصل طبعا فيه بقى التايسون والكلام ده كله أسعاره عالية شوية أسعار البصل النهاردة في سول عبور طبعا البصل بعد من خفض ابتدى سعره رفع شوية تاني وبعدين استقر يعني فيه بصل أحمر يا جماعة النهاردة من 19 جنيه لحد 20 جنيه أعلى جودة من 19 جنيه لحد 20 جنيه وفيه بعض التجار بتقوله 20 ونص يعني في الجودة العالية جدا ده من نسبة للبصل الأحمر طبعا فيه بصل يا جماعة أقل جودة فيه من 13 جنيه لحد 16 جنيه من 13 جنيه لحد 16 جنيه جماعة ولكن بيبقى فارز التصدير يعني اعتبر أقل جودة فيه السواء جماعة فيه طبعا 13 15 16 حسب الجودة طبعا وحسب حالة البصل البصل الأبيض فيه طبعا من 20 لحد 21 جنيه سعره عالي عن البصل الأحمر يا جماعة فيه بقى في البصل الكشر الفاري جماعة فيه لحد 22 جنيه ده بالنسبة لأسعار البصل قلنا يوميا بنطلع في فيديوهات لأسعار الخضار جميعا في سوء العبور للجملة أسعار الخيار طبعا فيه خيار من 5 جنيه لحد 6 جنيه في سوء العبور في الجودة العالية ده كان فيديو النهاردة وأسعار النهاردة جماعة ستعمل لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد شكرا لكم السلام عليكم